السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في الحصيرة التقنية لاداء لاعب المنتخب الاولمبي المغربي. امام المنتخب الميسري بطبيعة الاولمبي المقابلة لعرفة اكتساح المنتخب المغربي بطبيعة حالة المنتخب الميسري بستادية الاصابة لسفر انتصار مستحق. اهداف اه سوفيا الراحي مسجل الجوجل اهداف لاعب نادي العين للاماراتي. اشرف حاكمي لاعب باريسان جيرمار الفرنسي. اهدف اه عبد الثامت زلزلي لاعب ريال بيتز الاسباني. اكرم النقاش لاعب جيش ملكي المغربي. هداف وبين الخنوس لعب بطولة البرجيجية. اشجر الهدف. اذا اننا تذهب الى العاصرة التقنية لاداء لاعب المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب المصري. اداء اللي كان اداء الكبير صراحة من جانب المنتخب الوطن المغربي امام الكورة المصرية. اداء الم Afghan صراحة من منتخب الاولمبي بطبيعة. الحال ργى ادأ كبير وكبير بلزاف اللاعب المنتخب الاولمبي المغربي امام المنتخب الميصري. ادأ جيد صراحة بدون اية نقطة شك. صراحة ادأ كبير وكبير بزاف. صراحة المنتخب الاولمبي امام المنتخب المصري. في الاسطاد اللي اصابة لا صفر. فهو ساحكم انا موني المحمدين يعطيه سبعة لعشره علاق중ي كنتيك تختبر عليه الحالة. ماجاتirim بزاف الحارس اه مونين اللي محمد دينا سبعة يمكننا التدخل واحد لكوراني مكانت النتيجة باعقة صفر رصفر ايدان مونين اللي محمد دي اللي هو حارس صراحة اللي حالس ست مقابلات في هذا الالعاب الاولمبية وقال رفش اه خمسة اهداف اللي استقبلت الشيبك دياله كانت فيها ثلاث مقابلات فقط مقابلات ارجنتين مقابلات اوكرانيا مقابلات اسبانيا اما ثلاث مقابلات اخرى ما تلقيناش اهداف انتصار للعاق التلصيف لا امريكا بربعة الصفر او مصر بالسلصيف ما تلقيناش اهداف اه بشو عند بقى من لها ببطولة بالجردية احتوال تواسبة على عشر انه كشو ما كشو حال الاختبار كبير بزاف صراحة على المنتخب الوطني لمغربي الباريح انتصال الصعب بالسلصيف اه ما خلا ما نقوله بطبع احنا اليوم في تمانية تسعود غش طبع اتحال اليوم اللي قائل النهائي اللي قابل لاحظة يبدأ بين فرنسا وايسبانيا لقاء لكم اللقاءات الجيدة والرائعة بين الكورة الفرنسية والكورة الايسبانية من مناسبة نهائي الالعاب الاولمبية شي حاجة ليه جيدة بطبيعة الحرب شو عند اكرب النقاشة راحة انه يقدر نعطيه تمانية فاصلة عشرة علاش نعطيه تمانية فاصلة عشرة لعب اللي ومدافع وتخارب مكان اسمي العزوزي وفي الاصل ظاهر ايصر ولعب كقلب الدفاع اه وشجي الهدف شجي الهدف رائع متبريل تلاعب سوفيا الراحيمي اللي اعطاه هدف صراحة وكانت الزوج يعطيه جوج الاهدف وشجي الاهدف الراحيمي شجي الهدفين وعطيه هدف اه الراحيمي لعب هائي صراحة افضلوا شجي الهدف هاللقاء النهائي وعمل تمانية للايصابات اذا اكرم النقاش اللي اقدم زيان في 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 النهائي في اللقاء ديال الترتيب عفوان عم بشي وناد اشرف حكيمي شجي الهدف رائع تمانية على عشرة اه لعب ندي باريسانجيرمال الفرنسي اشرف حكيمي لعب رائع صراحة اه هدف صاروخي هدف واعل بسه صراحة من خيرة الاهداف ديال المنزق بالوطني المغربي اشرف حكيمي كيبقى لاعب هائل صراحة ادى العب اولمبيا هائلة بدون اي نقطة شك صراحة اشرف حكيمي كيبقى من خيرة اللاعب ديال المنزق بالوطني المغربي لاعب ارا�� ولاعب كافير صراحة بامكانية كبيرة مشو عن زكاري الوحدي ثمانية عشر حتى هو لاعب اللي صراحة امزيان اه من عنا سن رائع اللي ممكن تكون فدأ الاولمبيا ربح كبير صراحة زكاريالوحدي اللي صراحة اه الاولمبيا كامل لا مالعبش في المكان دياله الاصلي وض видите من منولعب كظاهر ايصر بتفاصل حل لاعب زكاريالوحدي لاعب البطولة البرجيقية اللي كي بقى من الاسماء لي آآ اسماء لي جيدة صراحة بدون اية نقطة شك بطبيعة. الحال عم بشيو عند قوسى مترغاني لعب نديلوها بربرانسل اللي كي بقى من الاسماء لي جيدة صراحة داخل النخبة بطبيعة. الحال نعطيها الاسماء مترغاني نعطيها سبع العشرة فاللقاء. العناصر المهمة اللي كدلك داخل المتخب الأولى باللاعب. اوسى مترغاني اللي يبقى من العناصر الجيدة صراحة لا جدالة. وهلا نقاشة في ذلك ان لعب اوسامة ترغى يبقى من الاسماء اللي جيدة صراحة لاخل المنطقة من الاولمبيك. لعب اللي عادت ورقاكي في اخر اخر لائحة بطبعتها لائحة ديونيو. اذا اوسامة ترغى من العناصر اللي جيدة صراحة بدون اي نقطة شك. طبعا. عام شو عاد اه اعطينا سبع العشر. شو عاد امير ريشاريسو اللاعب ريمس الفرنسي. لفض دور الشجر الهدف امام منتخب العراقي كانت من الهدف الاول كانت ضربة رأسية. اه لاعب هائل صراحة اللاعب امير ريشاريسون فهذا الالعب الاولمبيا طوى سبع العشر. لقاء. لاعب اللي ادى صراحة دور كبير. فهذا الالعب الاولمبيا لاعب كبير صراحة امكانيات لي كبيرة وكبيرة بساسة صراحة امير ريشاريسون. فهذا الالعاب الاولمبية لاعب هائل صراحة مشوا عند بيل الخنوس لشجر الهدف آآ فاللقاء لاعب هائل اعطيها التسعود العشرة فاللقاء بيل الخنوس لأدى واحد لقاء كبير صراحة من الله عناصر رائع اللعب بيل الخنوس لعنده عشرين عام لاعب جيد صراحة له بامكانية لها كبيرة وكبيرة بزن صراحة بدون اي نقطة شك صراحة لاعب بيل الخنوس لاعب هائل بدون اي نقطة شك انه لاعب اللاعب اللائلين داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة مشوا عند إلياس اخو ماش لاعب نادي فيا ريال الاسباني لاعب جيد صراحة ان هو العاصر المهمة صراحة اللعب إلياس اخو ماش كيبقى لاعب كبير صراحة انه امكانيات كبيرة في هذا اللقاء آآ دلوة سبعة لعشرة صحيح ما بنشو بواحد مستوى كبير في حل يبقى في لقاءات اخرى ولكن كيبقى المنتخب المغربي كامل كان مزين ان شاء الله مع المنتخب المصري المتصف بستدل الاهداف خير دليل بطبيعة حل على هذا الكلام اللي كان قولو عم بشيو بطبيعة الحال آآ عند اللاعب الاخر عبت الصابة زلزل العبرية البيتز الاسبانية تاوة سعود العشرة في اللقاء الباريحة شجل الهدف كندنو نعطاه هدفين راعب رائع صراحة انفاد الالعب ولا بيشجل الجوج ديال الاهداف هدف امام المنتخب المصري وهدف امام المنتخب العراقي شجل امام الزخبات عربية لاعب عبت الصابة زلزل اللي كانت اللي كانت دال الهدف ديالالالعاب ديالكاس افريق تاقل من ثلاثة وعشرون سنة صراحة رد الاعتبار هدف الالعاب الولمبية صراحة بيهين على امكانيات لي رائعة صراحة من العناصر اللي بيهين انا وستهوا كبير صراحة بدو اي نقطة بتكتوان سوفيا الراحي من هدف كندنو الالعاب الولمبية بتبنيد الاصابات لاعب هائل شجل الجوج الاصابة فريحة وعطاه هدف اكرم النقاش من العناصر المهمة صراحة لعب سوفيا الراحي ملاعب نادي العين الامارات كيبقى من العناصر الكبيرة وجيدة ديال منتخب الوطني المغربي بدون اي نقطة شك صراحة لعب سوفيا الراحي ملاعب جيد صراحة من العناصر المهمة داخل منتخب الوطني المغربي لعب كبير صراحة بامكانيات لي رائعة لعب سوفيا الراحي ملاعب يا سادر كيف قد لاعب هائل مشوا عند الاحتياطي الخمسة اللي اه سوفيان راح منعطيها السعود على عشرة في اللقاء الباريحة منشيوا عند عادي ساحف لعب نظر سوريا كان عطيها خمسة على عشرة انه ما ادىش واحد ادنية. دخال عادي ما كان اكرم منقش كان دليل تصف في الاخر. اه المدخل المغربي كان دان امور اللقاء اسبانيا فرنسا على مقادون عايد توجو بالنحاسية. اللي عايد تصال قبل اللحظات شفت انه كانت ستتقائق فقط انتهى لقاء فرنسا اسبانيا من الوقت اللي قبل اللحظات. اه بطبيعة قبل اللحظات. اذا عادي الساحف اللي كانت اندخل في الجوج ديال مواجهة في الالعب اولمبيا مشوا عند بوشواري لعب لدي السنتي تيال الفرنسي. بدلنا انتهى خمسة على عشرة. ما ما بيش مهدات كبيرة في اللقاء ديال منتخاب المصري. بوشواري اللي كان لعب نادي السنتي تيال الفرنسي ولعب نفس انتي تيال مقابلة ديال ارجنتين ومقابلة اوكرانيا. لعبنا هو تم اللقاء الارونتين تاسنا بجنو واحد لقاء اوكرانيا نازبنا بجنو واحد. اذا. بوشواري العناصر الرائعة اللي ممكن تكون في المستقبل ان شاء الله. كل المتخبات الوطني بدوني. بدوني اي نقطة تشكي بتاع بيات الحال اللاعب اه بوشواري اللي يبقى من العناصر اه اللي تكون رائعة صراحة بدوني اي نقطة تشكي فيو عندي ياسين قيش تلاعبنا ديالوها بوشواري اللي يبقى من اللاعبين الجيدين. وانتوا خمسة على عشرة ممكن اللاعب كي يتحرك في هاد اللقاء. اعطي لخمسة قلت لها عشرة بطبيعة بتحلم العناصر اللي صراحة ممكن ينفعنا كثير في الوقت اللي ماجي فقط تصر كيزة اللاعبين هادو الان. اه الاولى بيات سالة الان فقط تصر كيزة اي فقاليو. واش هيوصل مع المتخب الاول. واش كاملين واش فاشي كاملين هنشوفهم. بشو عندي ايلياس بن صغير في المجمل مقام في اه اه خمسة على عشرة يشين قصتان. شو عندي ايلياس بصغير بيضونة. ايلياس بن صغير ما قامش في واحد الالعب اولمبيا رائعة بشو نكونون متسافقين لهذه المسألة هذه. ما كانش صراحة في الالعب اولمبيا مونزار جدا صراحة. بشو نكون متأكدين لدي مسألة وكل واحد ماعطيها الحق ديالولي كي يستحق. هاتش اللي قاين عمش يولاعب رقم خمسة بطبيعة الحال لدخال في اللقاء الهارحة بطبيعة الحال واللاعب آآ السابق في البطولة المغربية والمهدي موهوب الآن احترف فرق احد فروق الروسياتي وخمسة على عشرة آآ ما قدمش حاجة كبيرة من يدخل صراحة سانو كانت هنا ايه وصوفي الرحيم من يدخلوا ورجعوا جوج مهاجمين بطبيعة الحال. اذا آآ اللاعب مهدي موهوب آآ ليشجل هدف امام متضخم الامريكي عن طريق ضربة زازاء. اذا المتضخم المغرب كان محضور تحول خمس ضربة زازاء. فهذا الالعاب الاولمبية. شي حاجة ليه بزيانة بزاف صراحة من آآ وتشجل كاملين وربعة عم طريق الراحمة وهدف عم طريق المهدي موهوب. اذا شي حاجة ليه رائعة شي حاجة كلاير. شي حاجة ليه بزيانة صراحة هاتش شكرا نقود الى المتابعة داركو. الى اللقاء و الى فيديوهات مقبلة ان شاء الله مع السلامة. و الى اللقاء و الى الملتقى و الى فيديوهات مقبلة ان شاء الله مع السلامة.